سؤال محير من واحد بيحترم عقله وبيقول ايه حدود عقلي وامتى عقلي يبقى بيضرني علشان بلك يرتاح في الحيرة دي محتاج اراجع معاك يعني ايه عقل عقل آلة عندنا بتفهم اشياء معينة اسمها المنطق افكار معينة منطقية العقل يفهمها ويستوعبها واي انسان اي جارحة عنده آلة عنده ينضر بيها لو استخدمها في غير محلها واكتر حاجة تضر العقل التناقض اني ابقى متفق على حاجة وبعدين ارفض حاجة متفقة معا لانا اتفقت عليه تناقض بس بيه هوا هنا حاجة كده جوه القلب بتسكت العقل ده يعني احنا مسلا اسألك شو قال اتفقنا ان ربنا هو ربنا ولا لأ اتفقنا اتفقنا ان ربنا ليه سلطة علينا ولا لأ اتفقنا طب في يوم الايام لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لي على حاجة في المستقبل ومتأكد انه قال لي عليها لو انا قلت له مش مقتنع بكلامك يا مثلا زي حد مش مقتنع بالاسراء والمعراج ازاي ربنا يشيل النبي عليه السلام يطلعه السماء يوديه بيت المقدس في دقايق زي دي بعض الناس لم يعقل الموضوع ده زمان دلوقتي احنا نعرف نروح من مصر لبيت المقدس في ساعات قليلة جدا جدا احنا كبشر عملنا حاجة زي كده وما ربنا يعمل ايه اللي ما اقتنعش زمان ما تصورش الموضوع طبعا انت مقتنع بربنا هو اللي ما اقتنعش زمان ما كانش مقتنع بربنا احنا بقى مؤمنين فالنهار ده لما بقى مقتنع بربنا وان ربنا قدرته لا نهائية وصادق في الوعد سبحانه وتعالى لو وقفت عقلي مع ربنا وقلت له كل أمر تؤمرني بي لازم يعدي على عقلي وتقاستز منه وكده وقول ايوة في حكمة حلوة ساعتها بضر عقلي ليه؟ لان هذا العقل اللي قد الكباية بني يستطيع ان يستوعب حكمة ربنا اللي ملهاش مش عارف اشبهها قد ايه بني اسرائيل ما كانش عجبهم من ربنا ما يورهمش نفسه وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جاهرة ليه ربنا كده مختافي عننا والناس اللي طب انتو مش مؤمنين بربنا يا بني اسرائيل هو ربنا بنفرد عليه يظهر تده هو ربي هو آمن بربنا ورفض سلطة ربنا رفض اختيارات ربنا هنا فيه تناقض هنا العقل يضر المشركين وقالوا لو لا نزل هذا القرآن وعلى رجل من القريتين عظيم طب انت مؤمن انه قرآن ومؤمن انه هو نزل من عند ربنا بس مش عجبك انه نزل على سيدنا النبي عزه السلام مش كان ينزل على عروة بن مسعود الثقفي رئيس الطائف او الوليد ابن المغيرة احد رؤساء مكة طب استنى بس لحظة هو انت متأكد ان القرآن آمه بيقول لو لا نزل كنا آمنا بي بس لو كان نزل على حد من الشلة بتاعتنا هنا فيه هوا سكت العقل هنا العقل يضر لي وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمة ربك هم يفرضوا على ربنا يدي نبوه المين نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فالعقل بيضر اول ما يتناقض او يطلب انه يشتغل في حاجة ما تخلقش عشانها هو انت ينفع تقول لي يشممني ريحة الامانة ينفع تقول لي عايز اشوف طعم الحاجة المسكرة الآلة دي ما بتشوفش الطعم الآلة دي ما بتشمش المعاني العقل يؤمن بالغيب العقل يسلم للملك لو متفقين انه هو الملك عشان كده عقلك يضرك وقت ما ينازع مع ربنا سبحانه وتعالى لو تأكدت انه امر بالامر ده او وعد بالوعد ده ساعتها اقول له حاضر وإلا العقل يبقى استخدم في حاجة غير اللي تخلق عشانها هذا العقل المكرم اللي ذكره خمسين مرة في القرآن هذا العقل اللي ربنا قلبيه دوروا علي فلما توصلوا لي وتتأكدوا بالعقل ان انا ربكم قلولي سامعنا وقطعنا في ما امركم لأن الله عز وجل ما يأمر إلا بما فيه الصالح والنافع سبحانه وتعالى يا رب يرزقنا الهدوء والتسليم ويبعد عنا الشيطان اللي بيزقنا تجاه منازعة أقدار ربنا سبحانه وتعالى ويقدرنا ان احنا نبقى عباد نعيش عباد ونبعث عباد في جواء سيد العباد ترجمة نانسي قنقر